هذه الطفلة تدعى بر يوهانس وتقيم في إحدى أحياء مدينة مغلة تقول هذه الطفلة أن عائلتها تواجه ظروف معيشية صعبة مما أضطر للخروج والتسول والبحث عن الطعام وأنها على أمل كبير بأن يجدوا لها الطعام لتأكله أمي خرجت للبحث عن الطعام لنأكله وإن وجدت الطعام سنأكل وإن لن تجد فسوف نظر جياع طوال اليوم وكما أفادت السيدة مع الرحديش التي التقينا بها عند وصولها من رحلة البحث عن الطعام والتي أفادت كالتالي في الأمس من خلال التسول وجدت ثلاثة بر فقط واليوم وجدت ما وجدته في الأمس ولا أعلم من أين ساطع مطفالي إذن وكما أدلت الأم مع رحديش أيضا أن ظروفها المعيشية تدنت من سيء إلى أسوأ وذلك بسبب ظروف الجارية في إقليم تيجراي كجفاف الأراضي الزراعية الذي لم يلحق الضرر في القرى بل وأيضا في المدن أصبحنا جدا نعاني بسبب الأمراض والمجاعة وغيرها من الأزمات أطفالي غير قادرين على التعلم لأنني لا أستطع توفير المستلزمات التعليمية لهم لقد وصلت لدرجة أني أتمنى أن أموت وهناك حالة مشابهة أخرى وهي حالة السيدة حداس سلمون فهذه السيدة تعاني من أمراض مزمنة ناهيك عن المجاعة تقول أن ولدها الذي لديها آمال بأن يكمل تعليمه ويصل إلى أعلى المراتب أضطر للتسول والبحث عن الطعام لكي يطعم والدته لديها طفل تبلغ من العمر 15 عاما وهي في الصف الثامن ولديها أيضا ابن ترك تعليمه لكي يجد لنا طعام نحن جدا نعاني بسبب المجاعة وأيضا أنا أعاني من ضغط الدم وجراء المجاعة وأفقد وعي بسبب القلق الذي أشعر به مما ناشدنا الأمهات بأن يتم مساعدتهم وذلك حتى لا يكون الموت هو مصيرهن تقول لي أريد بأن يتم مساعدته وحقسنا أرجوكم سايدنا نحن بحاجة إلى المساعد وكما أعرب الأبد استبرها أن سكان المدن أصبحوا جدا متضررين إثر جفاف الأراضي الزراعية كسكان القرى ولذا طلب بأن يتم تقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء الأشخاص يوجد العديد ممن يعانون من المجاعة والأمرض ومنهم العديد ممن فقدوا حياتهم جراء المجاعة ولذا أطلب بأن يتم تقديم المساعدات الإنسانية حتى ننغذ أرواح من مقع على قيد الحياة إلى الآن